مرة تانية نرجع لحضراتكم رحب بكابتن أمير عبد الحميد ضفنا النهاردة في السادسة نقف عند أو نرجع للنقطة اللي وقفنا عندها جيل موسيماني قادر على تحقيق نفس إنجازات جيل مانويل جوزيه معه ولا ضده؟ أكيد طبعاً يعني أعتقد أن الجيل اللي موجود دلوقتي جيل مميز وخبطلات مش عايزين نقارن جيلين ببعض لأن الأجيال كلها مدار التاريخ في النادي الأهلي كل واحد عمل إنجاز وكل جيل عمل إنجاز مع النادي الأهلي ما فيش جيل في الأهلي ما يسابش بصمة يعني التسعينات أصحاب بصمة وخصوصاً في البطولات العربية تمانينات طبعاً وأكلم على بداية الأهلي في بطولات أفريقيا فما فيش جيل في الأهلي ما حققش إنجازات وفرح جاهل لكن أنا بقصد أقول الجيل بتاع جوزيه كمان كان فيه الدخول العالمية يعني فكرة أنت تلعب مع أندية كبيرة تتواجه البرسة وتواجه الريال حتى لو ادياً تلعب في بطولة زي بطولة كس العالم وتحق برونزية في نقلة نوعاً ما واختلاف شوية عن الجيل أو الأجيال السبقاته ما شفناش ده بيتكرر تاني على مدار السنين إنك إنت تفضل مسيطر على أفريقيا في موسمين تاخد لقابين وراء بعض وتروح لتنين سوبر أفريقي وتروح لتنين برونزية غير في الجيل الحالي عشان كده بقول الناس شايف أنه ده جيل ممكن يكسر ويعدي كمان الجيل بتاعنا ونحس الألقاب والبطولات زي ما أنت قلت لمحميد الجيل اللي هو بتاعنا لما تحطينا على الطريق العالمية ما بيقوله وروحنا كس العالماندية أول جيل بردو كس العالماندية الجيل نحنا كنا موابدين فيه خدنا بطولات كان فيه عدد بطولات كتير جداً كل فترة كنت كل يوم حد تغب بطولة يعني نقلنا الحتة دي الحمد لله كمان عالمياً لما رحنا اليابان الناس كلها ما كنتش عارف النادل قالي في الأول لكن بعد كده بقى اسم النادل قالي وحطونا أعلام وعملونا حاجات في الماركتات الموجودة يعني بقى اسم كبير جداً كان بطريكا قاعد في بي اي بي من أحسن العيب التكاس العالماندية مع ميسي يعني الموضوع كان اتحطينا على الطريق بعد كده الجيل اللي هو جيه بعدنا انتوا فتحته يعني فتحته البوابة فتحته الطريق لكن الجيل اللي موجود جيل محترم جداً جيل مميز جداً فيه لعبة مميزة فيه ناس من ريحة الجيل ده موجودة زي وليد سليمان طبعاً الشنوي على فكرة من الجيل دوت الشنوي كان معنا في النادل كان صغير بس ما كانتش خد فرص وكان معنا وحضر بطولات معنا وفيه معسكرات في ألمانيا ومعسكرات كبيرة جداً كان معنا يعني لكن زي ما قلت لك يا محمد النادل أهلي سيستم منظومة زي ما أنت قلت في الأول كله بنمشي على على اللاين ده نفس التراج ده إنك أنت بتكمل وده بيكمل وفيه أجيال تاني هتطلع تكمل الجيل اللي موجود دلوقتي لكن تحسب الجيل اللي موجود إنه هو برضه في كل بطولة موجود وبيشاركه وبيكسب بطولة ولعب كاس عالم أندية وحافظ على تالة العلم الجيل بتاعنا اللي كنا موجودين وخده مرتين فبالتالي ممكن عدد المتشاط الدولية كان على أيامنا كتت أكتر يعني تلعب فرق أوروبية كتت أكتر لكن أعتقد أن الفترة الجاية في ناس المسؤولة جوال نادي الآي هيبقى نخلص بس من الكورونا دي أعتقد الكورونا برضو لها دول كبير جدا طبعا عايزة نشي معاك سريعا أمير عبد الحميدي يختار أفضل ثلاث حراس مرما في مصر دلوقتي حاليا شنوي أبو جبل محمد صبح محمد صبح وأفضل ثلاث حراس أدى بشكل كويس أنا عالي لطفة عجيبني جدا لما لعب مصطفى شبير حتى حمزة لعب كان بشكل كويس ده بالنسبة للناد الآلي فيه أندية ثانية عواد لعب في زمانك أدى بشكل كويس أنا عايز أفضل ثلاثة يعني في حراس مرما كتب أنا عارف قال هالي سليمان عمل موسم كويس وجاد بسام معتقد برضو كويس لكن أنا عايز أفضل ثلاثة من حراس أولا شنوي أبو جبل محمد صبح وأفضل تحت حراس مرما في التاريخ في التاريخ لا في التاريخ دي صعبة يعني في نجوم كبار عندنا في مصر حراس مرما مستقع عالمي يعني لما تقول فيه لما تقول دون الروم و لما تقول نائر لما تقول لوريس لما تقول كورتوها تقدر تحط حراس مرما زي مندي مثلا السنغالي حراس مرما مصري على الأسماء دي نعم، نحن نرى عن كورين مندي اللي هو عرب لنا في أفروكيا بأي حارس مرمى كانت عندك حراس مرمى يلعبه في أوروبا يلعبه عندك شينوي يقدر يلعب كثير جدا من سنين، والنهاردة، أبو جبل يقدر يلعب عندك النهاردة، هناك أولاد صغيرين في كل المراكز احترف لعب مصري في نادي ما في أوروبا مع هذا حراس المرمى، ممكن ما كانتش فيه غير تجربة واحدة لكن، ليس كثير يعني، لو أنت شاهدت ميندي مثلا، ميندي يجعل بالك من سنين يلعب في أوروبا يعني في الدورة الفرنسي، يقول له فترة كبيرة جدا لما لعب وظهر في الدورة الفرنسي، راح تشيلسي طبعا تشيلسي علاء جامد جدا وهو أدى بشكل كويس جدا فاختار أحسن حرس في أفروكيا، وأحسن حرس في العالم وخاد أحسن حرس في طولة أفروكيا فالموضوع بنسباله قصة مختلفة لكن عندنا حراس مرمى يلعبه في أوروبا طبعا، لو عندك فرصة كويسة، تسافر طبعا نعرف نسوأ لعب المصري وحرس المرمى المصري بشكل جيد ننفع، بس أنت الفكرة أنك أنت الخطوة تأخذها إزاي؟ ومين النادي لا يسيبك؟ هي دي الفكرة نروح لمطش الأهلي وسنداونز وسريعا جدا للنسبة علاب يد والسفت اللي كنا لسه نتكلم عليهم، اللي شافوا الأهلي والهلال الأهلي بيقدم واحدة من أقوى المباراة فتوقعوا أو كانوا عايزين السيناريو دا يتكرر في مطش الهلال السوداني وده اللي ما حصلش تتوقع مطش سنداونز يكون إزاي؟ وأي السيناريو هنا أقرب؟ أهلي هلال سعودي ولا الأهلي الهلال السوداني؟ الهلال السوداني طبعا كان قصة خالص مختلفة الناس جاي محبطة من المنتخب بدأت النهاردة تلعب، كان عندك أمل بقى المراسة أنك أنت تكسب الإحباط قال لشوالة أنك أنت كنت في أمر واقع أنك أنت بالظروف اللي أنت موجود فيها وكورونا والإصابات والحاجات دي كلها أنك أنت تلعب تحافظ على مركز التالت وتحقق واللعب أقد بشكل كويس جدا طبيعا أنت بعد ثلاثة أربعة أيام عندك مطشو هتسافر للسودان درجة حرارة عالية جدا الظهر الملعب مش كويس أكيد ظروف ما كانتش أحسن حاجة ولكن إن شاء الله بإذن أن الناد الأهلي بياخد خطوة مطش بمطشو بطولة وبطولة النهاردة عندك مطشي إن شاء الله المقصة في الدولة يتمنى إن شاء الله اللعيبة تبدأ بشكل كويس ويستعدوا للسندوز سندوز مطشي صعب عندهم لعيبة كويسة جدا طبعا مستر ميسوماني عارف السلبيات وإجابات عندهم ولعبناهم كتير جدا كذبونا قبل كده في النهائي وكسبناهم ومطشاطنا معهم تبقى دايما صعبة جدا لكن أعتقد بكافة الناد الأهلي والطموح والخبرات أكيد في صراح الناد الأهلي ما أتمنى إن شاء الله اللعيبة تبقى في حالتها لأن طول ما لعبت الناد الأهلي في حالتها ما حد شوفه قدام الناد الأهلي طيب قبل ما أروح لمباراة مصر والسنغال بداية أسماء اللاعبين اللي من وجهة نظر كابتن أمير عبد الحميد تستحق إنها تكون متواجدة في مواجهة مصر والسنغال اللي جاية قاهرة حلاص تمار ما ولا عمال لا عموما أنا أعتقد إن هو مستر كيروش مش هيغير كتير ممكن يضم مثلا ممكن محمد هاني الناس اللي ممكن تضم محمد هاني ممكن يضم ياسر إبراهيم الناس اللي ممكن تنضم مش هيغير كتير أعتقد يعني ممكن واحد أو اثنين مصر تقدر تتجاوز السنغال وتوصل لكاس العالم تقدر طبعا ولكن الأمور صعبة جدا أنت عندك برضو خلي بالك يعني السنغال فريق قوي جدا بيلعب بسكة كبيرة جدا طبعا أنت تراهن على إيه في مطش السنغال بتاع قاهرة الأول راهن على اللعيبة اللي محالة اللعيبة يعني حالة اللعيبة اللي موجودة اللعيبة كبيرة جدا من جوم العالم يعني أنا شايف من محمد صلاح بيلعب مضغوط محمد صلاح ما ينفعش يلعب هو مضغوط لازم نستكولات ساند محمد والمنتخب واللعيبة اللي موجودة ما يبقاش في ضغط على اللعيبة طول ما انت في ضغط على اللعيبة شوفنا لذا كان عامل ازاي لما الضغط تشال شوية ابتدا الأمور بقت كويسة جدا ووصلنا للفاينل فأنا شايف نوجت نظر أن حالة اللعيبة موجودة والتشكيل زي ما مستر كوريش عرف يعرف التشكيل الصح إيه وده يلعب فين أعتقد أن حالة اللعيبة تبقى مهمة جدا في اللقاء ولازم نخلص هنا برضو بحيث أن أنت تبقى أنت مرتاح بحيث أن أنت هناك برضو ماتش يبقى صعب في ظروف صعبة وهم لعيبة كبار جدا شايف الأمور طب صعبة لكن إحنا اسم كبير ومنتخب قوي جدا عنده لعيبة مميزة مررت بمواقف مشابهة خط موجهات صعبة مع المنتخب في خلاصة خبرة أمير عبد الحميد في مشوارة مع منتخب مصر لو حابب توجه رسالة لنجومنا اللي هيلعبه مع السناغال أين كان اسمهم إيه يعني؟ إحنا مش عايفين لسا سكواد منتخب مصر اللي يلعب مطش بقاهرة تحب تقولهم إيه؟ أنا عايز أقول للعيبة كل واحد لازم يصدق نفسه أنه هو لعيب كبير ولازم كل واحد يخدم منتخب كل واحد يبقى ما يلعبش من يلعب من غير ضغطات للعيبة إن ده مطش 90 دقيقة وفيه مطش 90 دقيقة تهني لازم أي فرص الفرص اللي زي دي عشان ترس كسر عالم لازم الفرص اللي تيجي تخلص على طول ويجيب جول لإن أنت هتعاني الفرصة مش تيجي كتير في مطش السناغال مطش السناغال مميز في كل الخطوط اللي موجودة هلست مرمى الدفاع نص ملعب فرودة مميزين عشان يجيلك فرص هيبقى الأمور صعبة جدا فأنا أتمنى أن اللعبة تتلعب بشكل كويس ويلعبوا بروح ويلعبوا بعزيمة ويلعبوا بالغير ضغطات أعتقد أن المنتخب قادر أنه هو يعدي وإن شاء الله ونوصل وكل الناس تبقى معهم ويفرحونا إن شاء الله ويصعدوا شرفت ونورت ربنا خليك يا أحمد وأنا سعيد جدا أن كنتم معك وأنا سعيد جدا بوجودك معنا النهاردة وأتمنى تكون قضيت معنا وقت يعني خفيف لطيف كده زي ما بيقوله شكرا جزيلا كابتن عمير عبد حميد نجميل النهاردة في السادسة وبشكر حضراتكم على المتابعة نتابع مع حضراتكم كل التوافيل لرجالتنا بكرا إن شاء الله مش بس عزين المكسب مش بس عزين الصدارة مرة تانية مش بس عزين التلات نقاط لكن هزين كمان نتطمن على المواجهة اللي جاية إن شاء الله بكرا تكون بروفة قوية لمواجهة سانداونز بشكر حضراتكم على المتابعة وعلى كل خير نتقابل على شاشة الأهل دايما